احباء التلاميذ السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد لتعليم اللغة الفرنسية الابتدائي أعزائي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم جيدا بالأسبوعين الأولين للعطلة والآن ومع بداية الأسبوع الثالث سنبدأ بتحضير للفصل الثاني ومراجعة دروس الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي إذن بسم الله نبدأ كنا قد درسنا أحبائي في الفصل الأول الوحدتين أو المقطعين الأول والثاني سيكونس 1 et 2 du projet 1 يعني للمشروع الأول والآن في الفصل الثاني سندرس المقطع الثالث للمشروع الأول ثم سندرس المشروع الثاني كاملا إذن هنا وضعت لكم جدولا به كل الدروس التي سندرسها في الفصل الثاني المقطع الثالث للمشروع الأول سيكون حول le magasin إذن au magasin يعني في المحل يبدأ هذا المقطع من الصفحة 32 page 32 هنا في الجدول عندنا الصفحات les pages وهنا عندنا les leçons يعني الدروس التي سنأخذها في هذا الفصل أولا عندنا سنبدأ من الصفحة 32 page 32 عندنا le dialogue الحوار au magasin في المحل ربما يا أطفال تكونوا قد رأيتم الفيديو حول هذا الدرس سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف الدرس الثاني page 33 les indicateurs de lieu يعني ظرف المكان سندرس مثلا dans en face très deux يعني في مقابل قريبا من وهناك الأمكنة ثم سندرس على نفس الصفحة لسينونيم يعني المرادفات نفس المعنى نفس المعنى مثلا عندنا بو يعني جميل مرادفها أو بيان لسينونيم سي جولي جميل أيضا بو سي جولي الصفحة منزلي ثم سنجد أسفل النص عندنا سور et أو دسو يعني فوق أو على سندرس على نفس الصفحة لفراز انتروجاتي يعني الجملة الاستفهامية عندنا نجد في النهاية علامة استفهام لفراز لفراز عندنا بعدها الصفحة 36 يعني الضمير عندما يعوذ الفاعل نسميه سبستيط أل سي تدن سينجولي في منا هو اسم مفرد مؤنث مثلا عندما يقول فاعل لنا اسم بنت هو مفرد مؤنث نعوذه بأل يعني هي سي تنسيجي سينجولي في منا فاعل مفرد مؤنث على نفس الصفحة ماذا نجد نجد يعني أدوات الملكية أو سينجولي درسناها في المقطع السرقي أطفال أدوات الملكية التي تكون في المفرد زائد هذه المرة أدوات الملكية في الجمع مثلا عندنا ما ومو ما اي مو عندما تصبح في الجمع تصبح مي مات 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 الصفحة الموالية page 37 وعندنا أيضا كيف نحولها إلى الجمع مثلا إذن هذه الأدوات تتحول إلى الجمع ثم نضيف في نهاية الكلمة أس الجمع يعني زائد أس زد إكس باج 38 الصفحة 38 عندنا الحرف إكس ماذا يساوي كيف ننطقه وسط الكلمة؟ أحياناً يا أطفال الإكس ننطقه كس وأحياناً كز مثلاً عندنا هنا إكس ننطقها ذيكسي وهنا إكزاكت ننطقها كز في نفس الصفحة ماذا نجد؟ لزوموفون لزوموفون ترسنا بعض الأمثلة يا أطفال مثل في هذا الدرس سندرس صان أي صان يعني صان لا تساوي صان هي الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة لكن المعنى والكتاب مختلف انتبه صان صان هنا عندنا التي وهنا لا توجد التي والمعنى أيضاً مختلف سنرى هذا خلال الدرس باج 39 في هذه الصفحة عندنا تمارينات المقطع كاملة يعني تمارينات عامة حول المقطع ثم سننتقل إلى يعني المشروع الثاني وعنوانه إنها الحفلة أو الأعياد في هذا المشروع يا أطفال جميع الدروس تكون حول الأعياد والمناسبات والحفلات عندنا في المشروع ثلاث مقاطع سیکنس يعني سنة سعيدة الصفحة الأولى في هذه الوحدة باج 44 نحن لديالوج عندنا الحوار باج 45 لسوفيكس آج هو المقطع الذي يأتي في نهاية الكلمة التي يحولها من الفعل إلى الإسم مسلاً كولوري يعني يولاوينو كولورياج هو التلوين يولاوينو التلوين عندنا في نفس الفحة لكاتر سيزان سنة دروس الفسول الاربعة لكاتر سيزان page 46 كسكونا کنجوگيزان تسريف le verب أمي أو PRESENT البرب أمي أطفال ينتهي عندما يكون غير مصرف يعني في الانفينيتيف avec ER وننطقها اي امي يحبو إذن هذه الأفعال لديها تسريف خاصة لأنها من المجموعة الأولى إذن سندرس تسريف هذا الفعل page 47 عندنا لكتور قراءة النص c'est la fête du mouloud الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عندنا في نفس الصفحة في الأسفل le sujet يعني الفاعل et on a le substitueil on a le substitue هو ضمير الذي يعوذ الفاعل هنا في هذا الدرس سنتدرس le singulier masculin المفرد المذكر مثلا le garçon الولد تصبح il هو page 47 les determinants demonstratifs يعني أدوات الإشارة عندنا ce هذا cette هذه ici هؤلاء عندنا أسفل الصفحة la phrase exclamative علام التعجب إذن هي الجملة التعجبية نضع le point d'exclamation page 48 le féminin des adjectifs qualificatifs يعني مؤنف الصفحة مثلا عندنا bon تصبح bon هنا بعض الصفحات التي تكون نهايتها متغيرة ليسا أبق أؤف فقط يتم عندنا في نفس الصفحة لسان ك يغ الصوتين ك كيف نكتبهو أحيانا 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 أهيانا أولا 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 يكون أولا وعندنا يكون إذن الصفحة 49 سیکنس 2 يعني المقطع ثاني عنوانه اليوم هو العيد پاج سیکنس 3 عندنا لديالوغ يعني الحوار aujourdhui c'est العيد پاج سیکنس 4 يفو يعني يجبو في نفس طفحة يوجد لسانتونيم لسانتونيم عكس لسانتونيم لسانتونيم هي المرادفات لسانتونيم ce sont لس كنترار يعني الابداد الابداد التي تبدأ avec لسانتونيم مال ايد مثلا عندنا كلمة هره يعني سعيد نضيف لها لبريفكس مال فتصبح مالهور تصبح غير سعيد عندنا فابوغابل يعني مفضل نضيف لها لبريفكس د تصبح ديفابوغابل يعني غير مفضل page 55 conjugaison عندنا تصريف le verbe chanter au présent le verbe chanter ينتهي avec ER قلنا أن الافعال التي تنتهي بER هي افعال من المجموعة الاولى premier groupe عندها نفس النهاية إذن page 56 le verbe conjugué plus l'infinitif سندرس فيه الفعل المصرف والإنfinitif هو الفعل غير مصرف زائد les parties de la phrase يعني عناصر الجملة sujet et verbe S يعني sujet V يعني verbe الفعل والفعل في نفس صفحة ما ذا نجد le substitut L يعني التامير الذي يعوض الفعل وهنا عندنا L singulier في منا مصرف مؤمن لفخاز امپيراتيف يعني الجملة الأمرية أو الطلبية أحيانا تنتهي بعلامة تعجب وأحيانا بنقطة أطفال On a le point d'exclamation علامة تعجب page 57 ماذا سندرس فيها سندرس le féminin des adjectifs qualificatifs يعني مؤنس الصفات التي تنتهي بماذا en E et F الصفات التي تنتهي avec E U X et F كيف نحول هذه النهايات التي تصدح الصفات في المؤنس lesson V F et PH إذن V F F F في الصفحة 58 Je m'entraine أنا أتمرن des exercices generaux يعني تمارينا تعام حول المقطع الثاني بعدها بعدها سنرى سنرى la séquence 3 يعني المقطع الثالث joyeux anniversaire مزينا مع المناسبات عندنا هنا joyeux anniversaire يعني عيد وميلاد سعيد page 62 عندنا الحيوار le dialogue joyeux anniversaire page 63 صفحة 3 عندنا la date سوفنا دوس la date كيف نكتوب التاريخ le jour le mois et l'année يعني اليوم وشهر و السنة page 63 صفحة 3 وستون عندنا les antonymes قلنا أن les antonymes هي les contraires يعني الأضدد هنا عندنا الأضدد التي تبدأ ب مي عندنا content يعني سعيدة مي content يعني غير سعيدة يعني تعيسة حزينة page 64 conjugaison تصريف عندنا le verb invité ما زلنا مع المجموعة الأولى au présent في المضارع يعني نفس النهايات نحفظ النهايات فقط يا أطفال لكي نستطيع تصريف المجموعة الأولى كاملة لأنه يسرب بنفس الطريقة عندنا les chiffres en lettres سوف ندرس في هذه الصفحة أيضا الأرقام بالحروف مثلا عندنا زغو نكتبه هكذا كرقم ثم نكتبه بالحروف زغو عندنا الأعداد كاملة إلى غاية العدد عشرون ز يجب أن نحفظ ها يا أطفال باج 65 لكتور عندنا القراءة هنا النص بعنوان أو غالة يعني في الحفلة لسيبستيط إل avec أس يعني هم ما زلنا مع الزماء التي تعاوز الأفعال par exemple لسيبستيط عندما يقول فعل مثلا لسيبستيط الأولاد نعاوز الفعل ب إل avec أس هم في نفس الصفحة نجد لكومplement دوبج ديركت لكوم دي لكومplement دوبج ديركت س أو دي يعني المفعول به المباشر ها تتوسطون لكوم نان أجيكتيف يعني كيف أن الصفة تتبع الموصوف في الجمع وفي التأديث مثلا عندنا يعني ولد كبير في الجمع نقول يعني أولاد كبار هنا هنا جمع وهنا أيضا جمعية أطفال في نفس الصفحة نجد لسان ش و ج سندرس الصوتين ش و ج هنا في الصفحة الأخيرة صفحة 67 67 أنا أتمرن لس ج نجد تمرنات عام حول المقطع الأخير هذا بهذا قد أتممت تقديم الدروس للفصل الثاني كاملة أرجو أن تكونوا قد استفدتم قليلا وسنشرع بإذن الله في هذه الدروس ابتداء من هذا الأسبوع إلى لقاء قريب وفيديو جديد بإذن الله Au revoir